من أجل تحقيق تنمية مستدامة تبذل الدولة جهوداً حثيثة لتحول إلى الاقتصاد الأخضر للحد من المخاطر البيئية وفي هذا الإطار تتمنى الدولة استراتيجية تشمل العديد من المجالات والقطاعات مثل الكهرباء والطاقة والزراع والنقل جهود حثيثة تبذلها الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وهو الاقتصاد الذي يقوم على تحقيق التنمية المستدامة مع الحد من المخاطر البيئية في قطاع الكهرباء تتيه الحكومة إلى زيادة نصيب الطاقة المتجددة من الطاقة المستهلكة بالبلاد عبر استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمائية وتعد الطاقة محوراً هاماً من محاول تحقيق التنمية المستدامة وتسير الدولة وفق مسارين متوازيين الأول هو ضمان توافر مصادر الطاقة للصناعة والإنتاج والثاني هو الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة حفاظاً على البيئة والمناخ والتزاماً بالتوجه العالمي الحالي وتنفذ دولة برنامج التحكم في التلوث الصناعي وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعي ويشملان مائة وعشرين مشروعاً للحد من التلوث الصناعي كما تشجع الدولة التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه مع تشجيع الإنتاج الصناعي الأنظر وفي مجال الزراعة تعمل الدولة على تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية بالإضافة إلى التركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة مع رفع كفاءة استخدامات المياه وتحسين نظم الري والصرف وتعديل التركيب المحصولي لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه بالإضافة إلى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصرف الصحي أما في قطاع النقل فتقوم الدولة بتنفيذ مشروع إحلال المركبات المختلفة للعمل بالغاز الطبيعي إضافة إلى البدء في إنتاج السيارات الكهربائية وذلك وفق استراتيجية متكاملة لخفض بعثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً تعمل الحكومة أيضاً على منح أولوية لمشروعات الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ويعزز دور مصر في قضايا المناخ من خلال استعدادها لمنح كل الحوافز الممكنة لإقامة المشروعات الصديقة للبيئة